ولمزيد من التفاصيل حول بروتوكول التعاون الذي تم توقيعهم ومؤسسة نيوجبت الدولية لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة يرصدها لنا مرسل التلفزيون المصري محمود جميل لازالت مبادرة حياة كريمة تخطو خطواتها نحو تحقيق الإنجازات داخل قرى ومحافظات مصر سواء بتنفيذ عدد من المشروعات أو عقد بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من المؤسسات حتى يتم تحقيق أكبر قدر من التعاون وتنفيذ المشروعات داخل هذه القرى هذه البرتوكولات تجددت اليوم بعقد بروتوكول بتوقيع بروتوكول هام بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة نيوجبت الدولية التي تهدف لدعم مبادرة حياة كريمة عن طريق مساهمة ودعم المصريين بالخارج توقيع البرتوكول تم بحضور الأستاذ آية عمر رئيس مجلس أماناء مؤسسة حياة كريمة والدكتورة غادة علي المدير الإقليمي لمؤسسة نيوجبت الدولية في مصر والشرق الأوسط وهذا البرتوكول يهدف إلى تنفيذ وتحقيق عدد من المشروعات الخدمية لقرى ومحافظات مصر التي انضمت لمبادرة حياة كريمة هذه المشروعات ستكون البداية بمشروع محو الأمية الرقمية داخل قرى ومحافظات مصر سيتم العمل على تطوير ومهارات الرجال وسيدات وشباب وأطفال هذه القرى ليستطيعون العمل على التعامل مع التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة أيضا هذا البرتوكول سيهدف إلى عرض إنجازات الدولة المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة من خلال الأفلام التسجيلية التي سيتم عرضها في أماكن تجمعات الجاليات المصريات بالخارج فأيضا سيتم تقديم دعم كبير من المصريين بالخارج لهذه المبادرة أيضا تم توجيه الشكر للقيادة السياسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته لهذه المبادرة بتحقيق أكبر قدر من المشروعات وتقديم الحياة الكريمة للمواطنين في قرى ومحافظات مصر مبادرة حياة كريمة تقوم بإرادة سياسية قوية لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره كثيرا داخل تطوير هذه القرى بسواعد أيضا أبناء المصريين في الداخل وأيضا بسواعد أبناء المصريين في الخارج بعد توقيع هذا البرتوكول سيكون للمصريين بالخارج بصمة كبيرة جدا لمبادرة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة وأيضا تم التأكيد على أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان على الإنجازات التي تحققت بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة نيو إيجبت الدولية في قرى محافظات مصر وتحديدا بهذا المشروع وهو محو الأمية الرقمية داخل قرى ومحافظات مصر فبالتأكيد خطوة هامة اليوم بعقد وتوقيع هذا البرتوكول سيكون لها أثر كبير على تحقيق مزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة هذه هي كل التفاصيل الخاصة بتوقيع هذا البرتوكول الذي تم بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة نيو إيجبت الدولية والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو